اشتركوا في القناة او التحقير من اهمية الحسنات دعونا الاول نرحب باخونا الشيخ الدكتور ابراهيم العنوس اهلا وسهلا بحضرتك دكتور الله يكريم ان شاء الله في هذا البرنامج الحواري نجيب على سؤال احد الشباب عشان ما ضيعش وقتكو يلا بينا نسمع السؤال بتاع الشاب هو الواحد لازم يهتم بالسنن والحسنات الصغيرة اصلا انا مهتم فقط بالفرايد وخلاص هو انا كده يبقى حرام علي واعمل ايه طيب علشان اقدر احافظ على السنن والحسنات وكمان في حاجة تانية بتشغيل بالي عايز اعرف فانا صحي فيها ولا لا يعني مثلا انا بنظر للبنات عادي ما غيري بيزني ايه مشكلة وكمان ايه يعني ابصر البنات ما غيري بيزني وايه يعني اشرب سجارة ما غيري بيشرب مخدرات فانا بعمل الزنوب الصغيرة لكن كبير لا فانا كده صح ولا انا غلط طبعا سمعنا يا دكتور السؤال بتاع الشاب دلوقتي وهو بتكلم على مسألة محقرات المعاص والذنوب وكده انا الصراحة محتاج عندي اثر مهم جدا عايز اتكلم فيه وعايز احدث به نفسي واحدث به اخونا السائل واحدث به المشاهدين والمشاهدات وانا كمان وحضرتك وحضرتك كل الناس الصراحة الاثر ده هو اثر مؤلم جدا النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل اسمه ابا مسعود رجل ده مش عبدالله ابن مسعود فكان يضرب عبده فالنبي صلى الله عليه وسلم رأاه فنادى عليه وقال يا ابا مسعود لله اقدر عليك من قدرتك على هذا العبد يعني تخيل كده النبي ييجي في الوقت ده ويشوف المشهد ده فيقول الرجل فالتفت فوجدته رسول الله فبص لقيته النبي صلى الله عليه وسلم اول ما لقيته النبي فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله النبي قال كلمة هنا في حقيقة الامر لو تأمناه وتدبرناه جملة مرعبة قال لو لم تفعل ذلك يا ابا مسعود للفحتك النار الله سلم يا رب سلم لك ان تتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود في الوقت ده لك ان تتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قال لابي مسعود هذه الجملة لالله اقدر عليك من قدرتك على هذا العبد وكم منا فعل مثل هذه المظالم مع الناس وهنا بنتكلم على واحد صحابي فربنا سبحانه وتعالى يسوق النبي في هذا المشهد وفي هذا الموطن وفي هذا المكان ليتكلم هذه الكلمة ويقول هذا الكلام ويرد هذا الرجل بهذه الطريقة ويعني يعني يصلح ما قد فعله بعطق هذا الرجل وسبحان الله النبي يقول له لو لم تفعل ذلك للفحتك النار معنا لو بقولك كده من غير اي حاجة خلص تقول لي المشكلة يعني زي ما للأسف كتير من الناس والأمر ده بيزعجني جدا في الورش والحاجات دي بتلاقي مثلا عنده صاب صغير وينزل ضرب عليه وفي قاة يقولك هل سانا بعلمه اصلا ما ان شاء الله ما تعلم ان شاء الله ما اتربى يا سيدي بس هذا الظلم وهذا الجور الذي يحدث انت تعاقب عليه امام الله سبحانه وتعالى وكذلك الرجل الذي يعاقب ولده ويضرب ابنه ويبضل يعزب فيه من قولت سنة بربه وعلمه وكذلك الذي يضرب زوجته ويؤلم زوجته تخيل دي اتبقى عند ربنا سبحانه وتعالى شكله عامل ايه فاللي انا عايز اقوله اوعى تحقر من ذنب تفعله ودي اجابة لاخونا السائل اللي بيقول في البعض مثلا يقول لك السنة بشرب سجاير ايه المشكلة من غير بيشرب مخدرات من عايز اقولك برضو على ان الناس يوم القيامة في ارض المحشر درجات فيهم اللي يبقى تحت هذه الشمس المحرقة ان بيننا وبين الشمس يوم القيامة قدر ميل تخيل اللي بيننا وبينها تقريبا 93 مليون ميل يوم القيامة بيننا وبينها ميل واحد فقط فيكون الناس يوم القيامة منهم من يكون العرق الى قدمه ومنهم من يكون الى وسطه ومنهم من يلجمه العرق الجامل هذا العرق ليس بعرق الجسد ولكن عرق الذنوب والمعاصي انا عايز اقول لاخونا ده اللي موجود تحت الشمس المحرقة خد بالك مسلم واللي موجود تحت عرش الملك مسلم ايه الفرق بين ده وده ان ده محقرش من المعاصي اللي كان بيعملها اللي موجود تحت عرش الملك محقرش من معاصيه وذنوب ما قالش ما انا غير بيعمل كذا اللي موجود تحت الشمس ده قال انا غير بيعمل كذا فوجد تحت الشمس بقدر المعصية وبقدر الذن وبقدر الحاجة اللي هو أعملها واخدمال حضرتك فانت حابب انك تبقى تحت العرش ولا حابب تكون تحت الشمس طب قابل انك تبقى تحت الشمس حتى لو أن يكون العرق إلى حقويك أو يكون إلى ساقيك أو يكون إلى كعبيك أو يكون إلى كذا طب وليه؟ ليه تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه المعاملة ليه تتعامل مش ممكن الذنب اللي انت بتراغ هين يكونه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مش ممكن زي ما أبا مسعود كان مفكر أن الأمر عظيم إلى هذه الدرجة لا كانش يقدبه بيقدبه كانت شايفه هين لولا أن بس ربنا بيحبه ربنا ساقل النبي صلى الله عليه وسلم لفحتنا النار فحنا عايزين نقول لشبابنا ونقول لإخواننا ايه وحتوا تستهوي من أمر حتى ابن عباس كان ليه كلمة وكلم في مسألة الذنوب وكده اختصارها يعني وهو بيقول لخوفك من اهتزاز الباب يعني أعظم عند الله من الذنب يعني بل واحد قاعد والباب يتهزف يا أمر يحمي الأمم الدنيا عشان ما حدش يشوف هذا عند الله أعظم من الذنب شفت يعني خوفك بس الكامل داخل قلبك أنك تبقى خايف من الناس ومش خايف من ربنا هذا في حد ذاته أكبر عند الله سبحانه وتعالى من إقامة الذنب نفسه الله أحق وأولى أيها طبعا فإحنا عايزين يا دكتور يعني نركز على الجزئية دي وننبه شبابنا أنك الذنب اللي أنت النظر اللي أنت بتنظرها الكلمة اللي أنت قلتها الترياء اللي أنت ممكن الترياء على واحد تكسر قلبه تفضل مكسوطه لعمره تقول كلمة لا تلقي لها بالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن راته لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يلقى بها في النار سبعين خريفا حط في النار سبعين سنة من فين يقدر يتحط في النار يوم واحد بسبب كلمة هو استهوم بيها زي اللي كانوا بالترياء وعلى الصحابة رضي الله عنهم يقول لك ده كثير شحوم كثير بطونهم يقعدين بيأكلوا واشربوا تنزل الآيات على طول كلها بالله ما قالوا إحنا كنا منهزة كلها بالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزلون لا تعتدوا هتكفرتوا بعد إيمانكم هاي الكفروا ده مش كفروا بعد كفرهم كفروا بعد إيمانهم بسبب إيه بسبب استهزاء زي ما كتير من الشباب دلوقتي تلايه مثلا هو عايز يعمل مثلا حاجة على التيك توك يتصوروا هما بيصلوا ويفضلوا يضحكوا وواحد يضرب واحد على أفاه وواحد إيه استهزاء بإيه بتستهزاء بإعبادة من عبادات ربنا سبحانه وتعالى بأعظم إبادة من عبادات ربنا سبحانه وتعالى تستهزئ بكلام من كلام ربنا زي اللي بيجي في التلفزيون جزاك الله خيرا يا أخي الكريم تبتستهزئ بمين انت بستهزئ بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها وكان بيعلمهنها انت تستهزئ بكلام بالصحابة بلحية زي ما يجي ويجيب لك كده ويصور لك انت بتستهزئ بشي أشخاص اللحية دي كانت سنة النبي اللحية دي كانت شكل النبي ان قبل انت قاعدين تعملوا عليه أفلام ومسلسلات وتيجي مونزكة بالمشهد اللي احنا بقالينا نشوفو ده بتحقر من مين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقر من فعل من أفعال ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها يا ريت يا دكتور تلقي الضوء على هذا المعنى وتوصل لنا يعني خطورة هذا الأمر فضل لدك جزاكم الله خيرا الله يكلم لو بدأنا بحال الشباب اللي هم يقول لك ايه يعني ان انا بعمل كذا ايه يعني ان انا ننظر لمرأة في الحرام غير بيزني ايه يعني اشرب صجار غير بيتعطى المخدرات ايه يعني بعمل صغيرة روحوا كلموا أصحاب الكبائر انا كل اللي بعمله صغائر انا نقول له لا احذر بتحذير مش من عندنا بل من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اياكم ايانا من ايه يا رسول الله بتحذرنا من ايه اياكم ومحكرات الذنوب مالها يا رسول الله فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه صغيرة جنب صغيرة بجنب صغيرة لا تحكرن من الذنوب صغرة فإن الجبال من الحصر يعني الجبل اللي حضرك شايفه قدامك ده بيتكون من حصر جنب حصر جنب حصر فصغيرة مع صغيرة مع صغيرة ما يدريك أن تكون كبيرة حاجة تانية لا تنظر إلى صفر معصيتك ولكن انظر إلى عظم من تعصي هي صغيرة ولكن في حكم الله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك خلق السماوات والأراضين والجبال الله جل وعلا وأنا من أنا عبد ضعيف ذليل فقير على كده نعمل مقرنة بين الإنسان وبقية المخلوقات من حشرات وطيور وحيوانات الإنسان لما يتولد ويخرب من بطن أمه بيظل يخدم من قبل أهله لانا كل أيام ولا شهور بل سنوات حتى الأذى عزك الله لا يستطيع أن يزيله عن نفسه بعد أشوف الحيوان لا ممكن يتولد ويقوم يخدم نفسه بنفسه وقت بسيط ويقوم يعتمد على نفسه فما أضعف الإنسان أنه بعد ما يبلغ أشده كده ويقوى عوده يقوم يبارز ربنا سبحانه وتعالى بالسنوب والمعاص لا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى عظم من تعصي كل ما تيجي تعمل معصية أو زنب كده تقول إيه دي في حق مين في حق الله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى لو الواحد اللي مين جاي قدامه هيعمل غلطة في حق المدير بتاعه في حق الرئيس بتاعه لا ده يبقى لها حساب ولها ضوابط معينة والله المثل الأعلى أنا عايزك كده ما تقولش بقى ده نظرة ده سجارة ده كلمة صغيرة ده ترياءة دهزار في حق مين المعصية ده تكون في حق مين فإذا استشعرنا أنها في حق الله لا المعايير بتاعتنا هتختلف والأداء بتاعنا لازم ينضبط وينتوب من الزنوب صغيرة وكبيرة جزاك الله خير ودكتور وبرك الله فيك وأحسن الله إليك ويعني لعل هذه تكون إجابة شافية وإن شاء الله تابعونا في إجابات أخرى مع سئلة أخرى في حلقات أخرى نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة